الحفاظ على هذا الكيان والارتقاء الأمور اللي حضاك قلت بدأتوا تشتغلوا عليها في هذه الجلسات اللي وصلت لعشر جلسات تمتدت لسبعتاشر اجتماع هنتكلم عن عدد من الملفات كان منها الهيكلة الإدارية والمالية بأفضل شكل ممكن يحافظ على موارد النادي ويطور هذه الإدارات اشتغلتوا على ده إزاي أستاذ بصحيك عندك المحور المالي والاستثماري وفي الجزء الخاص بملف الإنشاءات وفيه الجزء الخاص بجزء التسويقي وفيه حضرتك الجزء الخدمي والنشاط الرياضي نشاط الرياضي أو كلة القدم وهو الملف الرياضي كله كل الحاجات دي تم العمل عليها وبطريقة الحمد لله محترفة داخل النادي الإنشاء أنا حكي لو اتكلمنا على الجزء المتعلق بالمحور المالي والاستثماري احنا بدأنا بأكبر عقدين حصلوا في طريق الرياضة المصرية عقد الرعاية وعقد البس عقد الرعاية اللي كان وصل لـ 500 مليون وعقد البس اللي وصل لـ 400 مليون عقد الرعاية فيه تنوى فيه حاجات جديدة حصلت فيه وفيه حقوق مش موجودة برضه إن شاء الله قريب هتطرح يعني مش عايز تطرق ليها هدوس لأن دي الأهل ليه حقوق تانية بيبدأ طرحها عقد البس برضو الحمد لله رقم رقم سنة ربمية مليون وأشهد برضو لأننا حضرت الأجزاء كبيرة لأن لو تفكحك الأقر رعاية خدت أشد وجذبي ومزايدات وكان دورك ابن حمود الخطيب غير طبيعي وما حدش يعني ما بنخرجش نوجيا بس هو دالله حصل وقتها يعني في المفاوضات اللي نحن أوصل للأرقام في ظل فترات قياسية صغيرة لأن فيه حاجات خدت شد وجذبي كتير أهم ما يميز النادي الأهل في الأجزاء دي كمان هو أنت عندك شراكة بتحترم اسم النادي الأهل يعني حق المعسكرة بتاع النادي الأهل بتاع فريق كرة اتعامل وده كلف حالي 350 ألف يورو من شركة الرعاية قبل ما يتم توقيع عدل رعاية آه بشكل فيه ثقة في الكيان اللي بيتعاملوا معها اسم النادي الأهل الحاجات المتعلقة بالحقوق نفسها مع الأطراف الأخرى لا فيها احترام لإسم النادي الأهلي وفي نفس الوقت بيتم باستمرار أنت بتنوع مصادر داخلك فيها ده بقى تحدي كبير جدا بواجهة المؤسسات الكبيرة زي النادي الأهل يا صاح طبعا 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 وشراكة استراتيجية المفروض أنت يعني دي هتخلينا أتناول حتة الجزء المتعلق بالتسويق جوه النادي الأهل يعني مجلز زراء استعام بالدكتور سعد شلبي هو أحد القوامات التسويقية في العالم العربي يعني يشهد له ودكتور سعد تم إعادة هيكلة إدارة التسويق جوه النادي إدارة تسويقية عليها مفهوم تاني مختلف جي مدير متمرس له خبرة في كبرى الشركات في المجال ده الأجزاء دي مهمة جدا لأنها بتضمن حقوقها كالعقود نفسها تعظيم العقود والموارد التأتي لنادي تنفيذ العقود ومتبعيتها إن العقود تضمن حقوق النادي الأهلي وتضمن برضو الواجبات عليها ناحية الأطراف الأخرى الموقع فيها العقود حيث التسويق للإستثمار اختلف الجامع جدا شكاية أخذت أولوية من عندنا كمجلس غير طبيعي يعني لسه من كم يومك وتعاد مع الدكتور سعد فلاقيت في حاجة في إدارة جديدة تعمل الجوى إدارة التسويق آه اسمها خدمة الأملاء والتسويق الداخلي دي مش موجودها في إدارة التسويق قبل كده في مصر إيه دورها الرئيسي يا سستار دورها الرئيسي إنك برضو اللي هو إعادة التوظيف الصح لإسمه شعار النادي الأهلي داخليا جوا مصر وفي نفس الوقت أنت النهاردة بتشتغل بالمفهومة كالم مفهوم اللي هو تقديم خدمة حيث بتشتغل شغل الريتيل ده بيختلف إزاي تقدم الخدمة صح خدمة عملة حضرتك بيبقى المفاهيم مختلفة مطلقا عن الشغل اللي هو المتعرف عليه لأن النهاردة بتتعامل مع أطراف كتير جدا بتعامل في حاجات تسويقية حوق تم ابتكارها فالملفات دي بتاخد عناية هل هنا حضرتك تقصد أن النادي عايز يصل بالخدمة اللي بيقدمها على كافة المستويات سواء لأعضاؤه أو لأي أطراف بيتعاقد معها أو يدخل معاهم في علاقة عمل من خارج النادي إلى أعلى مستوى من الخدمة بيقدم من أعلى شركات في القطاع الخاص في المجال ده عايزين توصلوا لنفس الجودة دي بالظبط اللي هو الطريعة الحرفية بصح هيك إحنا ما بنلعبش انتخابات يعني إحنا الجمال عمية أولادنا ثقاتها بنشتغل في النادي الأهلي عشان النادي الأهلي مش النهاردة ولا بكرة النادي الأهلي على اللونج تير إنما مش عشان إرضاء حاجات فرقعات معينة للأهرات شخصية أو دعاية إطلاقا أو حاجات ممكن في حاجات ممكن تتعامل تدور النادي على المستقبل البعيد وممكن في المدنة القصير تعمل فرقعات وي وي المجلس الموجود الحالي عكس الناس بتشير دايما بإنكوا رغم مطالبتنا ومطالبة كل وسائل الإعلام في مصر بظهور أعضاء مجلس الإدارة في وسائل الإعلام وأولهم كابتن محمود الخطيب إلا أن يعني دايما أعضاء مجلس دارة النادي أهلي مقلين في الظهور إعلاميا لأنهم مش من أنصار الدعاية لنفسهم بيحاولوا أن سياسات العمل هي اللي تعلن عما تم إنجازه عشان كده إحنا الدعوة تنصيق مع مجلس الإدارة وبصعوبة قدرنا نصل لهذا الاتفاق قبل ما أسمع رد حضرتك أو تعليق حضرتك